مفاجئة الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب تساعدا مثلا في الأحداث وأبرزها مقتل سليم نجل غفرانة على يد عساف وإرسال جثته لسرايا وارده متوقع عدد من الجمهور أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب عن طريق استخدام تتر العمل كدليل على صدق توقعاتهم ويظهر في تتر المقدمة سورة لجليلة وهي ترفع السلاح في وجه أحدهم وأرجح البعض أن تكون تلك الرصاصة في وجه عساف بسبب قتل نجلها السليم بينما أرجح تكهنت أخرى بأن جليلة توجه سلاحها نحو غفران لانتقامه من عساف وقتل نجلها الآخر حمزة ردا على مقتل سليم وذهب سيناريو آخر نحو قتل جليلة لكل من عساف وغفران أنهما السبب في قتل نجلها سليم نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامي إنتاج سينرجي تامي المرسي وبطولة أحمد السقه أمير قرارة ميو عمر دياب محمد جمعة فاردوس عبد الحميد إدوارد نجلاء بدر محمد علاء أحمد مالك أحمد داش محمد مهران وأحمد فهين ترجمة نانسي قنقر